هذا أكو ابن هرمة ابن هرمة شاعر كان نديم للمنصور ابن هرمة شوال قصيدة وجابها يمدح بها المنصور ابن هرمة كان مدمن دائما يعني ما يلاقوه إلا شكران يعني الخمره لعبه برأسه فإجا مدح المنصور بقصيدة طويلة قال للمنصور أنا أعطيك جائزة قال لها تدري جائزتي اللي أريدها شنو قال لها لا قال لها جائزتي أريد تكتب للوالي مالك مال المدينة لا يقيم علي يوميا الحد مال الخبره هذا يوميا طارحني وضاري ابن ثمانين جل علي ما خلي بطل هذا أنا هاي جائزتي قال لك هذا حد من حدود الله ما يمكن أنا أعطي الحد من حدود الله قال لها أنا ما أريد منك غير هذا قال لها جين أفكر لك ود للوالي كتب له كتب له اللي يجيب لك ابن هرمة وهو شكران أقم الحد على ابن هرمة أضرب ثمانين جلدة واللي يجيب أضرب مئة جلدة بعد هذا كو حد يجيب أيدنا لي خط ما حد يدنا لي نبه لي هذا اللون من التلاعب شايف أحيانا يدرأ العقوبات بهذا اللون وأحيانا الأحكام تغير تصور يجي إلى الأحكام يصير بناءه يتلاعب بالأحكام يعني مثلا أنا أريد من عندك مئة دينار دايني ياها يقول له أنا ما أدينك هالمئة دينار إلا فوق عشر دنانير بالربار يقول له للتخلص من هاي آي مئة دينار وشخاطة بعت كياهني بمئة وعشر دنانير يعني الشخاطة الله ما يعرف أن قيمتها في الـ سيناي فتضحك علي من أنت على السماء تضحك على الله عز وجل يعني فهذا كلام لا معنى له هذا اللون من التلاعب بالنصوص أكو بعضها اللي يعبر عنها بأنها حيال شرعية لكن مو حيال هاي لا لا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ومن رتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه ابتعد موضوع ربعنا